لما ريال مي كلموا لي وقالوا انهم داخلين السوق السعودي صراحة تحمست انصدمت فاجأت كلها كذا مشاعر مختلطة مع بعض لانه هذه الشركة تقدم الشي راح يصد فجوة فجوة فرغت من فترة صراحة بالسوق خلوني يعلمكم ايش قصة ريال مي بهذا الفيديو مرحبا ادهم ريال مي علنت رسميا دخولها للسوق السعودي صراحة نتحمست السبب انه هذه الشركة تقدم اجهزة حلوة بسعر رخيص تمام النفس حماسي اول ما جت وان بلس واطلقت عالميا باستثناء انه وان بلس لاحقا رفعت اسعارها فبالتالي هذه الفجوة عادة لو لاحظت الان بالنسبة الريال مي جهاز امرأة هو اكس 2 برو كمواصفات هو تماما مثل وان بلاس 7T برو باختلافات تافهة جدا وبسيطة لكن بلوك نفسه في فرق ضخم جدا من حيث السعر وهذا ينضح لك سبب مهم جدا ليه انا متحمس لهذه الشركة الجهاز نفسه لطيف جدا كصناعة هو مزيد ما بين الجزاز والالمنيوم مثل معظم الشركات الموجودة اليوم بالسوق ما تحس فيه اي نكس تقريبا طبعا تلاحظ بانه فيه نوتش بالاعلى الشاشة ما اخذ النسبة ضخمة من واجهة الجهاز وكذلك الشاشة فيها بصمة البصمة بداخل الشاشة ويتعمل بشكل ممتاز ما لاحظت فيها مشاكل من هذه الناحية فهي لطيفة بس لحظة هذي فيه شغلة في هذا الجهاز اللي لابد اركز عليها وبل احييهم عليها لانه اول ناس شفتهم سووها وهي خاصة بالشحن السريع هذا الجهاز يدعم شحن سريع بتقنيات فوك اللي هي خاصة باوبو اساسا هذه الشركة تملكها اوبو الجهاز تقدر بتشحنه من صفر الى مية بالمية خلال نصف ساعة فقط بالرغم ان البطارية ساعتها ضخمة وليست صغيرة فقط نصف ساعة هذا مو رقم بسيط وعشان تعرف انه مو رقم بسيط بالجدول اللي امامك مقارنة مع ابرز الجوالات الرائدة بالسوق عشان تعرف كل واحد منهم خلال كم يشحن وبالتالي راح تلاحظ بانه اكس تو برو يشحن بشكل سريع جدا لكن لحظة بالرغم انه هذا الشي مبهر مو هذه النقطة اللي يقولك انها مبهرة ولا بد اركز عليها هذا الجهاز يدعم شحن سريع بتقنية فوق وبالرغم انه هذا الشي رهيب ويشحم سرعة الا انه للاسف راح تلاحظ انه كل الشركات عندها حركة سيئة وهي الاحتكار كل شركة مسوية تقنية شحن سريع خاصة فيها وعيد تفتحها للثانين عشان تقعد تبذل فلوسك وتشتري اكثر من سلك منهم وعشان تشتري اكثر من شاحن منهم واحد للمكتب واحد للسيارة واحد للبيت والاخرية الا جوجل وابل اللي استخدموا المعيار المفتوح بي دي لو انه كل الشركة تستخدموا حلة المشكلة الان اللي سوتها ريال مي بانه جهازها يدعم فوق لكن بالوقت نفسه والشي اللطيف والرهيب جدا واللي حبيت اركز عليه انه يدعم معايير الشحن السريعة الاخرى مثل كوالكم اضافة الى ذلك فهو يدعم بي دي الان هو للأسف من ناحية التقنيتين الاخرى سواء كوالكم ولا حتى بي دي فهو يدعم 15 واط فقط وليس 50 واط مثل فوق فبالتالي راح تكون ابطة ولكن نقطة لطيفة جدا انه دعموا المعايير الشاحن السريعة الاخرى فبالتالي اي بطارية اي شاحن راح تستخدمه معهم راح يشتغل وراح تشحن بشكل سريع جدا انا حيوم جدا على هذه النقطة اتمنى بانه بقية الشركات تتبع هذه الخطوات ويفكونها من حركات الاحتكار اللي مالها داعي هذا الجهاز اللطيف من جميع النواحي راح تلاحظ بان انا متحمسة وقاعدة مدحة ورحيب جدا مشكلتي مع هذا الجهاز هي الكاميرات بالخلف اداء الكاميرات صراحة مو مرة كويس اذا تشوف مثلا صورة العزل عدتها يمكن اربع ولا خمس مرات كنت اعتقد ان ما فيها العزل بعدين اكتشفت انه هذا هو عزل الجهاز لانه لما صور الصورة بالوضع العادي راح تلاحظ بانه خف العزل فعليا كمية العزل مرة قليلة والوضع مو مرة لطيف اضافة الى ذلك انه لما تقرب من الصورة تسوي زوم للصورة راح تكتشف انه تنعدم فيها تفاصيل ما فيها تفاصيل الصور معظمها ما فيها تفاصيل ولما تقارن العزل بجهاز اخر في عزل فرح تلاحظ انه فيه فرق كبير جدا بينهم وكذلك حتى من حيث الدقة جهاز ريال مي دقة الصور فيه غير جيدة والامر نفسه ينطبق على جميع الاوضاع الثانية سواء في الوضع الليلي ولا سواء في الوضع العادي ما زالت اوبو بجميع شركاتها ريال مي وون بلاس و اوبو نفسها ما زال وضعهم في التصوير غير جيد مقارنة بالمنافسين ما عندهم الخبرة الكبيرة جدا في معالجة الصور فيما يخص الكاميرات بالنسبة للواجهة فهي لطيفة الطف مما توقعت هي نفسها واجهة اوبو لكن يبدون انهم خففوها كثير صارت قريبة كثير للخام الاهم انها سريعة 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 جدا هل راح تعجبكم لا هذا شي راجع لك انت تقريبا هذي ابرز الشغلات اللي ممكن ما تكون عجبتني في الجهاز لكن من نواحي اخرى فالسماعات الخارجية في دول ستيريو سماعات مبتازة اضافة الى ذلك ما زال مدخل السماعات موجود العادي واللي راح يعجب كثير من الناس فالجهاز بهذا السعر و بهذه المواصفات اشوفه واحد من الخيارات اللطيفة جدا اللي متوفرة اليوم بالسوق وبشكل رسمي ومدعوم اصبح عندنا بالسوق فهذه نقطة جدا لطيفة انا ادهم اتمنى هذا الفيديو اعجبكم كنتم لكم شي جديد لا تنسى تشترك بالقناة لمزيد من الفيديوهات تقنية شوك ان شاء الله بالفيديو القادم ومع السلامة